في كل يوم جديد ومع كل إشراقة للشمس يتعلم الإنسان شيئا جديدا يتطور العلم كل يوم مع تطور الإنسان بعلاقة وثيقة لا تكاد تنفصل عن بعضها ولا بد لمواكبة هذا التطور العلمي من جهدا وجدا كي نرقى بأسلوبنا التعليمي أيضا لننهض بجيل جديد واع وقادر على مجارات كل ما هو جديد ومفيد كاميرا الفرات زارت مدرسة المحدثة في مدينة جرابلوس لننقل لكم صورة عن الدروس النموذجية التي يتم إعطاؤها للمعلمين والطلاب بإشراف إدارة المدرسة في إطار النهوض بالعملية التعليمية وتطوير طرق التدريس وتبادل الخبرات تعليمية وتطوير طرق التدريس وتبادل الخبرات نرحب بكم بمدرسة المحدثة نحن اليوم بيصدد إجراء نشاط مهم في القطاع التعليمي هدفه رفع كفاءة المعلم وتبادل الخبرات وهو الدرس النموذجي حيث قمنا كإدارة بإعداد جدول لكل المعلمين بشكل أسبوعي درس واحد طبعا يقوم من خلاله المعلم أو المعلمة بإعطاء وشرح الدرس أمام جميع المعلمين بالإضافة لعدد من طلاب الصف طبعا يساعد هذا النشاط المعلمين على معرفة نقاط القوة ومعرفة نقاط الضعف لدى المعلم وتقويتها وتلافيها سعيا منا وحرصا على إيصال الأمانة بأكمل صورة لبناء جيل واعي ومثقف يساعد على بناء المجتمع السوعة طيب لحظة عندي هذا عندي ملاحظة هاي الملاحظة هي خوف تقسير 18 زائد 2 1 18 تقسير 18 والتي هي 1 زائد 2 ويساوي 3 براو صفونا